بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتكلم على Resource Allocation Resource Allocation مقصود بها توزيع الموارد على التايم لاين اللي عندي طبقا ليه توزيعها على الاكتيبيتي بمعنى بمعنى ان ممكن الرسورس يكون متوزع على احد الانشطة والنشاط ده مدته زي RC Foundation اللي موجود عندنا مدته 7 ايام بس مشرط ان هو يكون متوزع في كل الايام زي مثلا الكونكريت الكونكريت مش شرط انها هتيجي في اليوم الاول والتاني والتالت لا اعتقد هتيجي في اليوم بتاع الصب اللي هو اخر يوم في النشاط او اللي قبل اخير او اي امكان على حسب ترتيب النشاط نفس الحكاية مثلا الربار الربار مش هتيجي اخر يوم وممكن تبقى في اول يوم بس ممكن تبقى قبل اول يوم ساعة التوريد وكذا كل رسورس على حسب هو بيعمل ايه النجارين مثلا هيشتغلوا في البداية وبعد يوم الحددين بعد كده النجار ممكن يقفل شغل وعمال الصب هيشتغلوا في اليوم الاخير هي دي موضوع الالوكيشن ان انا ابدأ اوزع الريسورس المتوزعة على نشاط اوزعها على الطايم لاين او ارصصها على الطايم لاين هنتكلم في الموضوع ده على كذا نوع ان انا اقدر اغير بيهم موضوع الريسورس الالوكيشن وهنبدأ بالموضوع الشهير اللي هو الريسورس كيرفز الريسورس كيرف او المنحنة بتاع توزيع الريسورس منحنة توزيع الريسورس هو عبارة عن منحنة ثابت بعرف قيمه اللي بتخلي النشاط ان هو يستنتج ازاي الريسورس ده هيتوزع هل منحنة لينير فبالتالي كل يوم قد التاني ولا هل المنحنة بارابوليك ولا هل المنحنة واخد شكل معين زي ما هنشوف دلوقتي هنبدأ الاول بالنشاط اللي عندنا اللي هو الارسي فونديشن انتاي بيم ونروح على ريسورسز وهناخد احد الريسورسز وليكن مثلا المهندس المدني اللي هو كان رمضان احمد وهبدأ ان انا اشوف ازاي ان انا ادخل الكيرف طبعا الكيرف بيبقى موجود لو مش موجود عندي ممكن نجيب كاستومايز واختار جينرال وهلاقي فيها الكيرف هدوس ده بالكليك عليها هنتقل للناحية التانية يبقى خلاص معايا احد الاعمال طيب هدوس هنا على الجزء بتاع كيرف هيطلع لي دايلوك بوكس بيقول لي اختار انهي كيرف دي الكيرفات المعرفة مسبقا طب لو انا مش عايز اختار احد الكيرفات دي عايز اعرف كيرف بنفسي هروح ليه انتربرايز واختار منها ريسورس كيرف هيفتح لي الديالوك بوكس الخاص بالكيرف دي الكيرف الموجودة او لو انا عايز اضيف كيرف جديد هقول له اد لو عايز اعدل هدوس موديفاي طيب خلينا نقول اد هيقول لي عايز تعمل كوبي منين او عايز اني فيهم يبقى ريفرانس ليك هاختار مثلا اللينير انه هيبقى ريفرانس واسميه ماي كيرف مثلا او اي اسم مناسب وهبدأ ادوس عليه موديفاي هطلع لي دي الكبوكس تاني خاص بالتوزيع التوزيع هنا موزع لي انه في الاول صفر بعد خمسة هيبقى خمسة بعد عشرة خمسة تانيين بعد خمستاشر هيبقى خمسة تالت وهكزا ايه المسافات دي المسافات دي نسب الماء بدأ من اول صفر لغاية مية في المية طيب من صفر لغاية مية في المية كم مسافة هم 20 خمسة او 20 مسافة قيمة كل واحدة خمسة في المية بس عدد النقط هيبقى ازياد بواحد عشان الصفر فبالتالي عدد النقط اللي عندي بيكون 21 نقطة مش 20 21 متوقع ان في الأولى هيكون صفر بمعنى ان في لحظة صفر لسه النشاط بيبدأ مش هدي حاجة بعد 5% من النشاط هيدي 5% من اليونتس بتاعة الريسورس وكذا طيب لو انا عايز اي توزيع تانية هبدأ ان انا نكتب ممكن اكتب مثلا ايه ان في اول 5 مثلا من العشرين اللي بعد الصفر هيكون 1 1 1 1 1 وبعد كده هيبدأ ان هو يزيد هيبقى 4 4 4 4 4 وبعد كده هيبدأ يزيد تاني مثلا ويبقى 8 8 8 8 8 وبعد كده يقل له خالص ويبقى مثلا واحد 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 تاني طيب هو كده زبط لي المنحنة بس الغيط دلوقتي التوتل بتاعه مش ظابط عامل 74% بس فبايجي ان انا اقول له بحيث ان هو يعمل لي نرملايز للمنحنة عشان يوصل للمية في المية فاسم للنسب بحيث ان التوتل بتاعها يبقى المية في المية بدل ما هو كان التوتل اربعة وسبعين خليلي التوتل مية في المية عن طريق انه اعدل الواحد اللي كانت هنا بقت واحد وتسعة واحد واربعة 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 واحد كده خمسة وسبعة مستمرة واحد اشهر واربعة مستمرة واحد واربعة نزل التاني الواحد واربعة وهكذا تمام كده انا عملت كيرف معين مسلا واقدر ان انا استعمله او اقول له اوكي وسيبه هلاقي الكيرف ده موجود وبقى اسمه mycurve. لو جينا نبص لاحد الكيرفات التانية خلينا نفتح برضو الانتربرايز وناخد منها resource curves. ونشوف مثلا ال backloaded. ونعمله modify. هلاقي ان اللي في ال backloaded هلاقيه في العشر نقط الاولين بيخليهم ثلاثة ونص وفي العشر نقط اللي بعديهم ستة ونص يعني معنى كده ان يكاد يكون ده في الجزء الاولاني. يعني بياخد نسب قليلة في نص المدة الاولاني ونسب كبيرة في نص المدة التاني. طيب لو انا جيت عدلت mycurve مثلا وخليته ان هو كله اصفار. ما عدا في اخر ايام بياخد قيمة اد بعضها اللي هي واحد 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 واحد. دي اللي هي اخر خمسة عشرين في المية اللي هم اخر خمس نقط. قلت له prorate. هيبدأ يقول لي طبعا عشرين في خمسة المية في المية عشان يوصل للمية في المية. والباقي كله اصفار. طيب خلينا نستخدم الكيرف ده ونشوف هيعمل ايه في الريسورس. هقول له اوكي وهقول له هنا في الاسيمنت. بفتح شاشة الاسيمنت. وهقول له استخدم الكيرف بتاع mycurve. طيب هي طبعا عدد اليونتس مش هيتغير. والسعر مش هيتغير والبودجيت كوست مش هيتغير. اما الايه اللي يتغير هتغير التوزيعة. نعرفها ازاي دي. هروح ليه. الريسورس. يوزيج بروفايل. هاي جا افتح هنا. واختار المهندس المدني. محتاجين بس الاول نفلتر. للكرمضان احمد. واختار رمضان احمد. هلاقي ان الريسورس ده. كان موجود. في البي سي. بس انا ما اغيرتش في التوزيع بتاع البي سي. انا غيرت في التوزيع بتاع الارسي. الارسي فونديشن. كان موجود هنا في الارسي فونديشن. المفروض ان هو كان موجود لكل الايام. وكان الريت بتاعه. نرجع للريت. كان الريت بتاعه. بتاع رمضان احمد. كان تمانية بردي. بحيث ان هو يوصلني لستة وخمسين في السبع ايام. تمانية في سبع بستة وخمسين. يعني الستة وخمسين كانوا متوزعين على السبعة ايام. تمانية كل يوم. في كل يوم تمانية. طيب اما اللي حصل اللي جد جديد بعد ما خلته يستخدم الكيرف ده. هنيجي على الوساج بروفايل. هنلاقي ان اول يوم اللي هو يوم سرس دي. ده اول يوم في النشاط ارسي. وتاني يوم عمل اللي هو ستر دي. بعد كه سندي مندي تيوز دي. دول كم يوم واحد اتنين تلاتة اربعة والخامسة هون. الخمسة دول محطش فيهم ريسورس. سبهم فاضيين. واخر اتنين حط فيهم كل الريسورسز. ووزعهم. هنا بقت اربعة وعشرين. وهنا اتنين وتلاتين اللي هم مجموعة هم ستة وخمسين. فعمل عملية زي الباك لودينج لليونتس نفسها. طيب. استخدام الريسورس كيرف هيبقى استخدام عام قوي. انا مش قادر اتحكم بنسبة دقيقة قوي او بشكل دقيق في اليونتس كان بالزبط. انا بدي له كيرف وهو يعمل سيميوليت زيه. هو يحاول ان هو يحكيه او يبقى شبهه. طيب لو انا عايز اتحكم بشكل اكبر شوية. هيبقى عندي في طريقتين تانيين. الطريقة الاولية ان انا اشتغل بالريسورس لاج. والطريقة التانية ان انا عبي اليونتس نفسها لكل يوم بنفسي. ماني وليه. طيب نبدأ الاول بطريقة الريسورس لاج. هنيجي على الديتيلز تاني عشان نشوف الاسايمينت. وخلينا نشيل مايكيرف ده. وخلينا شغالين مثلا على الكونكريت بامب. الكونكريت بامب. في النشاط ده اللي انا واقف فيه اللي هو الارسي المفروض. انها هتشتغل بتبدأ من سبعة اوغست لاربعتاشر اوغست. زي ما النشاط بيبدأ وبينتهي. طيب انا محتاج في ادفي منها اديه? محتاج تمانية يونتس. تمانية يونتس اللي همنا تمن ساعات شغل. طيب تمان ساعات شغل. بسبب النشاط ده سبعة ايام فهو وزعها لي واحد لكل يوم. طيب. هو بيقول لي ان انت معنى ان انت محتاج تمانية في السبعة ايام يعني محتاج لكل يوم واحدة. انا هقول له لا هو التمانية دول انا محتاجهم كلهم في اخر يوم. هعمل الكلام ده ازاي? هقول له انك ما تبدأش الرسورس مع بداية النشاط. ملاكش دعوة بالتواريخ بتاعت النشاط. انت واخد دلوقتي تاريخ بداية النشاط وتاريخ نهاية النشاط. نفس المدة بتاعت النشاط كمان. لا ما تاخدش الكلام ده. انا عايز عايزك تبدأ في اخر يوم في النشاط هو اللي تحط فيه كل التمانية دول. خلينا نطلع الديوريشن برضو عشان تبعيه واضحة قدامنا. طبعا الستارت والفينيش والديوريشن دول. دول مش بتوع النشاط دول بتوع الريسورس. خليه قابل الستارت. وهقول له اوكي. طيب هي دلوقتي يواخد ان هي سبع ايام ويبدأ سبع اوجست وينتهي اربعتاشر اوجست. طيب هقول له ان الكونكريت بمبي دي مش تشتغل غير يوم واحد. هاجي عند سبع دي واقول له لا واحد مش سبع. يوم واحد. هلاحظ في ساعتها ان هي بقت من سبعة لسبعة. هو قال النشاط بيبدأ سبعة. يبقى خلاص هينتهي في اخر اليوم بتاع سبعة. وهلاحظ ان البجت ديونت سبير تايم بقت تمانية بردي. التمانية وزعهم على واحد بقى تمانية في اليوم. طيب. هنا هو بيبدأ في سبع اوجست. والنشاط مدته سبعة ايام. بس انا عايزه يفوت ست ايام. ويشتغل الريسورس ده في اليوم السابع. يبقى انا هقول له ايه? هقول له اعمل لاج. لاج ست ايام. هكتب هنا ستة. واشتغل في اليوم السابع اللي هو يوم واحد او الوريجنال ديوريشن بتاعته يبقى واحد. فبالتالي النشاط كان بيبدأ سبعة. هيعدي سبعة ست ايام اللي هم بتاعه اللاج. ويبدأ في اليوم السابع اللي هو كان هيبقى اربعتاشر اوجست. ويبدأ يوم واحد اللي هي الوريجنال ديوريشن. فبالتالي يخلص يوم اربعتاشر. طيب طعا نشوف البروفايل كده ايه اللي حصل فيه. هلاقي ان بالنسبة للكونكريت بامب اهي. هلاقي ان هي بقية الاكتاء اليونتس كلها متوزع يوم سترس دي اللي هو اليوم الاخير في النشاط الارسي. ومتوزع كام الستاشر اول لا الستاشر دي بتاعت الكوميوليتو متوزع تمانية دي بتاعت الهستوجرام. المحور اللي على اليسار هو الخاص بالهستوجرام. الهستوجرام بيبقى للانترفال. لكن البروفايل زي ما قلنا قبل كده بيكون للكوميوليتو للتراكم. فبالتالي بالنسبة لليوم ده هقرم من المحور لعشمال تمانية اوارز. يبقى التمانية اوارز كلهم بقى متوزعين في اليوم الاخير. طيب دي الطريقة التانية بتاعت الريسورس لاج. الطريقة التالتة بقى ان انا اجي على السبليتشيتز. هلاقي بقى كاتب لي هنا تمانية في اليوم الاخير. زي ما كنا قلنا قبل كده هشتغل انا منيول بنفسي. تعالوا الاول نعدلها بس نشيل اللاج اللي كنا عملناه. هاجي عند اللاج ده. واخليه صفر تاني. واخلي سبعة زي ما كانت. فبالتالي من سبعة الاربعتاشر. والريت بقى وان بير داي. وهاجي على السبريتشيت ده. هلاقيهم واحد 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 واحد. الريسورس اللي هو الكونكريت بامب. فهاجي هنا واقول له لا زيرو مش واحد. وهنا زيرو. وهنا زيرو. وهنا زيرو. لو في اي لحظة في النص روحت بصيت انا واحد واحد ادنين تلاتة. لو روحت بصيت على الاسسايمنت. فهنا نروح للديتيلز. هلاقي ان الاسسايمنت هنا بقى كان بقى هما التلاتة دول. يعني هو بيتابع معي اول باول. وعمالي لاجه هو من نفسه هو اربعة. واريجنال ديوريشن تلاتة. تلاتة اللي هما واحد 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 واحد. طيب نكمل. في السبريتشيت. هقول له برضو هنا زيرو. وهنا زيرو. واليوم الاخير ده حطي لي التمن ساعات كلهم بتوع البامب. البامب بتشتغل التمن ساعات كلهم يوم الثراث دي. اروح ابص على الاسسايمنت في الديتيل. هلاقي ان نفس الوضع بتاع اللاج حصل. بقى فيه هنا ست ايام لاج واحد. ويشتغل اربع عشر اوجست. وكلهم تمانية بير دي. التمانية كلهم متوزعين على يوم واحد. فبالتالي بقى يعتد به الوريجنال ديوريشن دي. اللي هي قميتها واحد. والتي اختلفت عن ايه عن السبع ايام دول. نفس الحكاية اربع عشر اوجست ده اللي ستارت و اربع عشر اوجست هي النهاية. على عكس النشاط نفسه بيبدأ سبع اوجست و اربع عشر اوجست. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع الريسورس اللوكيشن.